بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله اللهم صلي على محمد وآل محمد مرة أخرى أنا معكم ربان أعالي بحار أقدم ضشر مرزوق عودة البدران وبحثي الموسوم خور عبد الله طريق الضياع ونحن بالجزء الثالث هذا الجزء سأناقش بالمناقشة الأولى مشاريع قهر الطبيعة والمناقشة الثانية استراتيجية المشاريع البحرية المناقشة الأولى مشاريع قهر الطبيعة معدل فرق ارتفاع المد بين شط العرب وخور عبد الله يتجاوز ثلاثة متر طبعا هناك مواضيع لربما تتداخل ببحثنا السابق لشط العرب يستغيث لترابط الموقع انشط العرب وخور عبد الله بهذا الموضوع دعونا نتابع هذه المناقشة المهم بعد هضم ومراجعة العناوين أعلى والتي اتسمت بالصفة الطبيعية الكونية يمكننا تأشير بعض النقاط الهامة والتي تمكننا من التعامل مع الطبيعة وبشكل إيجابي خدمة لعملياتنا البحرية وتوسيع شواطئنا البحرية ومياهنا الإقليمية دعونا نناقش معدل فرق ارتفاع المد بين شط العرب وخور عبد الله الذي يتجاوز ثلاثة متر الذي يفصح بقوة تيار مدري عنيف في خور عبد الله يتجاوز ثلاثة ونص عقدة بحرية أي سرعته وخفيف بشط العرب لقلة الإطلاقات المائية النهرية القادمة من دجلة والفرات والكارون وأيضا بسبب ضيق الشط أي شط العرب الذي يتراوح متوسط عرضه واحد كيلومتر فقط بينما اتساع عرض خور عبد الله الذي يتراوح أربعة كيلومتر وطول مجراه الذي يصل إلى أكثر من ستين كيلومتر الأمر الذي يجعل من ظاهرة الهدم والبناء في المنطقة الأقرب لخور عبد الله أكبر بكثير من منطقة شط العرب وكما يجري في شط العرب من هدم بالجانب العراقي وبناء بالجانب الكويتي أو الغربي من الخور ولهذه الأسباب اعتمدت إيران باتفاقية الجزائر التقسيم على أساس خط التالوك لأنها تعلم جيدا بأنها الرابحة على مر الزمان ناهيك عن أنها وضعت شرطا أي إيران لذلك باعتماد التغيرات الطبيعية ملزمة للبلدين وعدم إجراء أي تغيير في الممر الملاحي إلا بعد مرور عشر سنوات وهو زمن ليس بقليل على هذه الظاهرة الطبيعية بينما الكويت اعتمدت التقسيم الصفري وهو اعتماد الحافة اليابسة بين البلدين وتنصيفها عموديا لأنها تعلم أي الكويت بأن الهدم من جانبها وكما مؤشر فعليا وعلى الواقع أغلب القناة الملاحية في خور عبدالله تقع إلى القرب من الحدود الكويتي كثافة حركة مرور السفن وضخامتها كثافة حركة مرور السفن وضخامتها أيضا تسبب بعض التأثيرات الأمر الذي يثبت الممر الملاحي ويشتت التراكمات الغريانية يمين ويسار وهذا الأمر واضح جدا عندما أهمل مجرى شط العرب وأهملت الموانئ الواقعة فيه كالمعقل وأبو فلوس فإن شط العرب الآن يعاني من تردي أعماقه وضياع ممره الملاحي خاصة من مدخل السد الخارجي وحتى السد الداخلي بينما ثبات الممر الملاحي في خور عبدالله نوعا ما الإجراءات الرادعة لحركة التيارات لابد من أخذ إجراءات رادعة لحركة التيارات والظروف الجومائية السائدة وتسخير الطبيعة لزيادة طول واتساع سواحلنا على حساب البحر ومنع الهدم من جوانبنا واغتنام البناء على سواحلنا وذلك بوضع خطة مدروسة وخارطة طريق لتنفيذها وهي زراعة نباتات بحرية ورمي صخور وحواجز كونكريتية تعيق التيار والهدم وتساعد في البناء ناهيك عن تقصي الأعماق الضحلة وطمرها حتى تتكون جزر طبيعية مع مراقبة الارتفاعات فوق الجزر الضحلة الأقرب للساحل الكويتي وعدم السماح لهم بطمرها قصريا لاغتنام موقعها الأمر الذي يجعل الحدود الكويتية للزحف على حدودنا البحرية وتقليص سواحلنا ومياهنا الإقليمية الاستفادة من مرقات خور الزوير يجب الاستفادة من مرقات خور الزوير التي تقع إلى شمال موانئ خور الزوير وتحويلها إلى موانئ داخلية لما لها من مواصفات فنية عالية وقربها إلى خطوط طرق النقل اللوجستية أو معالجتها بزرع نباتات بحرية أو إلقاء الصخور والقطع الكونكريتية المانعة للهدم والمقاومة للتيار بمعنى أنه لا يجب أن تترك هكذا لأنه تكون عرضة إلى الهدم باستمرار الأهمية الاستراتيجية والمشاريع المستقبلية للمنطقة أهمية استراتيجية كبيرة ومستقبل ظاهر لذا يستوجب على الدولة دراستها بدراسة معمقة والتخطيط لها بإقامة مشاريع عملاقة تتناغم مع الحداثة والعصر وإقامة موانئ داخلية أخرى تمتد شمال ميناء خور الزوير واستغلال مرقات خور الزوير سيما ومقتربات ربط ميناء الفاول كبير بالقناة الجافة تسهل من إقامة هكذا مشاريع الاستغلال السياسي سبب رئيسي في مشاكل ترسيم الحدود إن عمليات التعرية والترسيم الحاصلة للساحل العراقي والكويتي يمكن استغلالها سياسية بحيث تصبح سبباً لكثير من مشاكل ترسيم الحدود بينما هي عمليات طبيعية يمكن الاتفاق على نوع الضرر الذي تلحقه أو الفائدة التي يستفيد منها طرف دون آخر ويمكن الرجوع إلى المحافل الدولية لضمان حقوق الأطراف جميعاً إن محاولة دولة الكويت الاهتمام بهذه الجزر الصغيرة التي تقع في مدخل قناة خور عبد الله وتنمية مساحاتها بأي شكل وحمايتها من عمليات التعرية بمرور الوقت لاعتمادها على مناسبها عند حساب أو ترسيم الحدود الدولية بين البلدين وإن بناء أي منشأ هندسي يقلل من سرع تيارات الجزر التي تصل إلى هذه الجزر يكون في صالح التقليل من عمليات التعرية أو تآكل هذه الجزر جاءت فكرة إنشاء ميناء مبارك لمنع تآكل الجزر والتي تعد الحدود المتقدمة لدولة الكويت في خور عبد الله وكذلك زيادة مساحتها أو بروز جزر أخرى لا تظهر حاليا عند أوطأ منسوب للجزر ولكنها من المحتمل أن تظهر لاحقا بزيادة الترسبات في الجانب الكويتي من خور عبد الله أن تعاوم المشكلة بشكل كبير يهدد مستقبل ونمو الموانئ العراقية ويجب إعادة حفر القنوات والممرات الملاحية ورفع الغوارق بصورة رئيسة والاتفاق مجددا على حساب وتحديد الحدود الدولية وعدم الاعتماد مبدأ التنصيف الحسابي وتحديد مساحة الجزر في الجانب الكويتي التي تعتمد في تحديد خط الأساس هذا نموذج الحقيقة سبق أن عرضته في بحفي السابق لشط العرب يستغيث لمشاريع قهر الطبيعة بأن تمد هكذا كواسر للأمواج على امتداد الأرض الأرخبيلية التي يسموها بعض الأحيان Zero Depth هذه المؤشرة باللون الأخضر التي تظهر أثناء الجزر وتغيب أثناء المد نعمل على هذا التنظيم بهذه الشاكلة بحيث تكون أثناء الجزر رجوع المياه الداخلة في شط العرب وكذلك في خور عبدالله تدخل ضمن هذه الحواجز وتجمع الغرين وبذلك سوف يزداد ارتفاع هذه الأماكن وتظهر أراضي جافة باستمرار وكذلك لو كان هناك هدم من جانب فراح تبنى أمام هذه الكواسر أرض أرخبيلية أخرى وبذلك العراق سوف يتقدم ساحله باتجاه البحر ويقترب من ميناء العمية النفطي وميناء البصرة النفطي المناقشة الثانية هي استراتيجية المشاريع البحرية النظرة الاستراتيجية البعيدة والحكيمة النظرة الاستراتيجية البعيدة والحكيمة للقيادات الأولى للدولة العراقية الحديثة لم تهم الخور عبدالله ولن تضعه بعيدا عن مشاريعها سيما بعد انقلاب عبدالكريم قاسم ذو الأفكار الاقتصادية والعسكرية الرامية لحماية حدود العراق والاستمساك بقوة للانتشار البحري وبعمق الخليج العربي وهو يعلم جيدا ثقل ان يكون للعراق منفذ بحر عالمي يمارس من خلاله كل نشاطاته الاقتصادية والتجارية وفرض السيطرة العسكرية على المنطقة لاستغلالها كامل استغلال الحافز الرئيسي لتطوير وتوسيع النشاطات البحرية لربما كان الحافز الرئيسي للنجاحات الخيالية والمكاسب التي حققها ميناء المعقل وأبو فلوس المقامين في وسط البصرة ومن خلال القناة الملاحية لشط العرب ولا ننسى بأن كل مياه شط العرب كانت ملك للعراق وعليه كان العراق يحقق أرباح حتى من السفن الداخلة إلى الجانب الإيراني لأنها تخضع للقوانين البحرية العراقية وتستوفي عوائد وأجور الإرشاد والكري والتأثيث الملاحي والخدمات المينائية الأخرى نظرة مستقبلية بعيدة الأمد لم يكتفي المخطط العراقي باستغلال الشواطئ الداخلية بل توغل إلى العمق وأنشأ الميناءين النفطيين العمية والبصرة بعيدا عن تأثيرات ظاهرتين المد والجزر وتسهيلا لناقلات النفط العملاقة التي ازدادت أحجامها وغواطسها بشكل مضطرد الإصرار على التميز والإبداع نتيجة لاكتباض البضاعة المنقولة في ميناء المعقل وأبو فلوس ونتيجة للتوسع العمرانية لمدينة البصرة أصبح العمل الميناء متعثر واستباقا ولأهمية البقاء على قمة التميز والإبداع قرر المخطط العراقي إنشاء موانئ حديثة عملاقة في خور عبدالله ومن بعد في خور الزوير وبهذا استكمل العراق حلقاته ومسك طرفي الحدود لجارين مشاكسين يأتمرون بأوامر أوروبا وأمريكا التخطيط لميناء الفاو الكبير لم يكتفي المخطط العراقي ونحن لازمنا بعصر ما قبل البعث فقد خططوا لإقامة ميناء البصرة الكبير وكان الموقع المقترح في راس البيشة لكن أقدار الزمن تغيرت ودارت عجلة الإبداع للخلف بعد الإطاحة بعبدالكريم قاسم أثر مطالبته بالكويت كقضاء تابع لمحافظة البصرة وبتولي البعث قيادة الدولة وهم صبيان السياسة وتحديات العراق كانت أكبر من قدراتهم فشاغلهم الشاه البهلوي في شمال العراق بدعم الأكراد والكويت تطالبهم بالاعتراف بها كدولة وترسيم الحدود لها الأمر الذي قاد العراق للتفاوض مع إيران مقابل تقديم تنازلات في شط العرب والتي عرفت فيما بعد باتفاقية الجزائر لسنة 1975 سيئة الصيت التي كبدت العراق خسائر مادية وسياسية واستراتيجية لا يمكن تعوضها إلى يوم القيامة بحيث لم يكن بها بند واحد لصالح العراق الإصرار على مواكبة الحداثة المينائية الموانئ التي أنشئت كانت عملاقة ومن آخر حداثة مينائية في وقتها فكانت من الجيل الثاني أي ابتدأنا من الجيل الثاني والثالث بحيث خصصت أرصف لنقل السكر وآخر للكبريت وآخر للإسمنت وآخر للغاز وبمعدات مناولة حديثة وما إنشاء موانئ خوار الزبير إلا طفرة نوعية في عالم الصناعة البحرية والمدن المينائية والتي تخصصت بنقل الأسمدة والبتروكيمياويات من المصنع إلى الرصيف أو إلى الباخرة مباشرة وبدون تأخير طبعا أحداث قبل عام 1980 نشكر حسن إنصاتكم ومتابعتكم آمل أن ألقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله شكرا